اشتركوا في القناة لأنه كل ليلة عندنا يعني ضرب وأصف وعوطن مجروح ومعاناة كتير كبيرة وتهديدات اليوم في ناس نايمين بالعراء في ناس مش عم بيوصلوا لمساعدات مراكز إيواء مش عم تقدر تساعد اليوم على الاستقبال أكتر من النازحين اللبنانيين بوطنهم المأهور والمجروح وماذا بعد؟ على كل حال رح نظلنا صامدين رح نظل نعاند لأنه عنا إيمان بهالوطن أنه مهما اشتدت العواصف رح يرجع يوقف على إجري اليوم رح نرافق نحن وياكم بهالحلقة أعمال البلدية اللي عم بتقوم فيها المحافظين القائمة مقامين شو عم بيصير بالواقع على الأرض شو خطط الطوارئ عندهم هم بتتكامل مع خطة الدولة من وين التمويل شو عم بيقدروا يعملوا بهالظروف والمحن الكبيرة بوقت عم بيتهجروا أبناء للوطن من ضيعهم من قراءهم اليوم من بيوتهم في منهم عم بيناموا بالعراء لهلأ خلينا نستعرض شو عم بيصير أول شي بالمناطق اللي بعيد شوي عم بيروت خلينا ندخل على منطق الدير الأحمر بكاملة مع ضيفنا اليوم رئيس اتحاد بلدية الدير الأحمر جون فخري أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان صحة الخير ستناوال مرسي لعا الاستضافة المهمة اليوم بهالظروف الصعبة لنقدر نضوي فعليا على منطقة صرفية عبق كتير عبق كتير كبير من النازحين وأكيد بيتخطى قدرة الاستيعاب نعم طيب عدد كبير من النازحين أنه منطق الدير الأحمر يعني إلى موقعة الجغرافي بين عدد من المناطق معرضة للاستهداف وبيلجأوا لبها الدمن سكرتوا بوابكم قدام حدا؟ أكيد لا فكيف عم بتقوموا بهالمهمات الصعبة بوقت يعني عدد النازحين يفوق القدرات المحلية بأي بلدة؟ لأن فعلا كان الموضوع هيك بالمفاجأة يعني كان عنصر المفاجأة نحنا صار لنا من سنة تقريبا عم بنحضر هالأمور كلها سواء مع وحدة إدارة الكوارس بمحافظة بعلبك الهرمن ولكن نحنا كنا نقول أنه في مدرسة معينة مثلا أوكي بنقول هاي المدرسة هي بتستوعب النازحين نحنا اليوم قدام ست مدارس بتفوق قدرتهم الاستيعابية ثلاث مرات وبالتالي صرنا قدام واقع من ثمانة أيام لهلأ مغير أكيد ما قدرت كل المنظمات توصل بأول مرحلة ما قدرنا يعني إلا نكون نشكل على زنودنا بمساعدتنا كلنا مع بعضنا كل شرائح المجتمع منطق الدير الأحمر عمل مثل ما بيقولوا فورة إنسانية فعليا لنقدر نواجه كل هالتحدي لأنه بظرف ثلاثة أيام أربعة أيام بلشنا بخمسمائة نازح سرنا اليوم بثمانتالاف نازح بين مراكز الإيواء وبيوت يلي الناس عنا بتعرفي أكيد بيوتها مفتوحة ونحنا منطقة مشتركة فيها وحدة حال فيها تعيوش كل هالأصحاب واللي بيعرفوا بعض اجوا على بيوت أهل هالمنطقة وبالتالي أكيد بيوتنا مفتوحة وباقي مفتوحة لكن التحدي شو التحدي؟ يعني عم نحكي عن التحدي التحدي شو؟ القدرات المالية المعونات أكل وشرب تأمين فرش لحفل حتى يناموا يعني فيه متوجبات كتير كبيرة على كهلكون لحتى تأمنوا المساعدات لألهم صح؟ كيف عم تعملوا؟ اللي عم بتقوليهم هوا هني المواضيع المهمين والموارد الأساسية اللي كان لازم يكونوا مأمنين من خلال خطة الطوارئ وقت البلاشنا نحن بـ 200 أو 300 نزع سرنا 8000 هل يتورا تأمن 8000 فرش دغري؟ هل يتورا تأمن 8000 مخدي والحاف ومواد غزائية؟ لا أكيد بأول مرحلة ما تأمنوا لأن عنصر المفاجأة عدم التحضير وهذا على لسان المحافظ وين المستودعات المأمنة بمنطقة بعلبك الهرمل يلي هي منطقة تعتبر مستهدفة يعني بدنا كنا عم ننطر بعد المواد يلي عم توصل كتير مأخرة هلأ عم بنبلش شوي يعني من فترة يعني من أول 3-4 أيام كانوا فعليا هو لو ما يكون فيها التعاضد من أهل هالمنطقة ويكون عندنا قدرة الاستيعاب وينكون دغري عم نستجيب من خلال هيك تعاضدنا مع بعضنا وكل واحد أمن شو قدر أمن من كل شرائح المجتمع وفعالية المنطقة أكيد كان صارت لنا مشكلة كبيرة اليوم بنقول لها تقريبا بالحد الأدنى صار أنه عم بيناموا على فرش مراكز الإيواء مأمنة بالبيوت قدرة الاستيعاب كمان كتير زادة بس بعدهم هالأهالي بتعرفت بفعل أنه بيوت الجبال بتبقى ملياني موني ولكن التحدي الأكبر والصعب هو هلأ عم بنبلش هلأ بالتحدي تاب اليوم في منظمات دولية بتساعد في جمعيات شغلتها وعملتها هي توقف حد الفقير حد اللي بيلزموا مساعدة وهلأ الكثير اللي عم بتهجروا من بيوتهم وشو عم بتعمل كيف عم تسندتون أول شي المنظمات الدولية بعضها للجمعيات اللي منصلب اهتمام هالشي لو ساعدت عم بيجينا هلأ مساعدة وبنتشكر الجمعيات يعني هلأ 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 وقفت أكيد وقفت حدنا بس بنفس الوقت إدارة 8000 نازح موجودين بمنطقتك فجأة بتفوق عدد اللي كان نحنا موجود عندنا بفصل هلأ الخريف أو الشتي هيدا إذا ما دغري تصديتيله بإدارة رشيدي وحكيمة كيف تكيف تعمل يعني ما هيدا الموضوع خليني بس اشرح لك شوي عن تدعيات الموضوع اليوم أوكي إذا عم بيجي مواد غزئية عم بيجي حبوب ورز وفاصوليا وعدس طيب هل يتورى بهالعيال الموزعي بغرف المداريس كيف بدهم يطبخوا بأي ظروف لازم ينطبخ الطبخ يعرفت كيف يعني هل يتورى بكل غرف يبدو يتولع غاز يعني فيك يتدركي هيدا الموضوع يروح على هيدا الاتجاه هيدا اتجاه خطر كتير لأنه لازم شبابنا وصبايانا بفعل هالجمعيات اللي عنا المحلية بقلب منطقة دير الأحمر وبفعل تطوع وبفعل إيمان بالمساعدة والإنسانية إنه نكون نحنا موجودين لنقدر نخدم هالخدمة هايدي بس ما هاي الخدمة نحنا صرنا اليوم مكلفة مكلفة وصرنا بحاجة لميت شخص ميت شاب وصبية موجودين ليل نهار دايب نقدر كفة مين هالميت شاب وثانيني عم نشوف مثل يعني مشاهد عم بيحضروا أكل يعني شباب والصبايا مين هالشاب هني متطوعين أم تبعين لجمعيات موجودة على أرض منطقة دير الأحمر نحنا من أهلنا وشبابنا يالشيب المجلس الرسولي شبيبة كاريتاس الكشيفة الطلاقع الفرسين الأمهات الصبايا يعني هالمجموعة كلها سواء فريق الإسعاف كلها مجموعة مجموعة ضغري عملنا نحنا كان كتير مهم إنه خلقنا إدارة لجنة طوارئ مكونة من جميع فعاليات المنطقة وجمعيات المنطقة لنقدر نواكب ونستجيب برجع بإليك لأن لو ما نعمل هيك إنه المساعدات كيف الأهالي أو النازحين بدون هن يكلوها عم بتفكري بموضوع النفايات عم بتفكري بموضوع النظافة عم نفكري بموضوع الغاز يلي بيتولع بكل غرفة عم نفكري ب بالأوبئة والأمراض والأمور يلي هي ما في حمامات مشين الواحد يكون عم بيتحمم كل يوم هوا كلهم قصص هوا تدعياتهم بأول جمعة أوكي ما رأوا بس ولكن التدعيات الكبيرة هي حتبين والمفاعل السلبية بهالموضوع هلأ مشين هيك برجع بإليك إنه كتير كان مهم نحنا نبلش بإدارة رشيدي وسليمي لكل هالمدارس يلي عنا نحنا اليوم بقلب المدارس بست مدارس عنا بحدود 3300 نازح موجودين أنت عم بتديري 3300 نازح يوميا بتلات وقعات غزائية بدك تتابع الموضوع الطبي من وين تمويل؟ هيدا التحدي الأكبر بالحقيقة نحنا الصليب الأحمر يلي كمان وقف بهالمرحلة عنا الـ ICF يلي وقفت وبعدها وقف وبعدها عم تسندنا فونداسيون ميريو من خلال ساعات المحافظ كمان دعمونا بالأمور المواد التنظيف هاي كلها يعني هاو دي الأساسيين وعن بيجي بعض الأمور التانية كذلك الأمر ولكن هاليا ترى هيدا كيفي؟ هيدا أكيد مش كيفي على الصعيد الطبي وعلى الصعيد الاستشفائي بعد بعد عندنا حاجات كتير كبيرة لأن نحنا اليوم إذا ولد بقلب مدرسة عمل فيروس وحرارة اعتبر أنه إذا فيه 200 ولد سيكونوا عرضا مشين هيك نحنا علينا أنه عم نحاول أنه نأمن كل هالمستلزمات يلي بتخلينا ما نروح على كوارث تبعا للنزوح وتبعا للحالات الحالات المعيوشة اليومية بيزل النقص الكتير كبير على كل الأصعيدة مشين هيك نحنا اليوم أكيد بدنا نتوجه من خلالكم للمنظمات أكيد الدعمة ويلي عندها القدرة أنه تكون واقفة حد أهلنا النازحين أنه اليوم هو الوقت المناسب واليوم هو الوقت يلي المساعدة عم تيجي محلة ولكن كمان بدنا نتمنى ونتساعد نحنا وياهون لندير لندير هالمساعدات بشكل فعال بشكل رشيد وبشكل ما يأثر بتدعيات سلبية ومشاكل وأمور يمكن قلب المدارس ما بتحملها كنا عم نحكي مثلا التدفئة شو بدنا نعمل فيها هلأ بأول هلأ بلشت الساعة تب الكهرباء أول شي شو عم تعمل فيها الكهرباء عم تتأمم يعني بالليل وبالنهار كهرباء فيه موتورات كهرباء ولكن المزود شح هلأ نعم عملنا طلبات للمزود نتمنى مشان هيك الاستجابة الفورية من خلال هيئة إدارة الكوارس إن كان عصعيد الحكومة اللبنانية أو إن كان عصعيد المحافظة ظل مفروض يكون في عمل أسرع من هيك يعني شو شو الإشكالات اليوم يعني بتسمع كتير إنه ما عم بترد علينا هيئة الكوارس هيئة إدارة الكوارس ما عم بيرد علينا يعني طبعا الوزراء داخل اللجنة خطة الطوارئ يعني اللي نعملت لمواكبة الأزمة بلبنان شو الحقيقة صحيح مش عم بيردوا مدوا لكم يد العون والمساعدة لمنطقة دير الأحمر شو أخدتوا منهم شو استفدتوا لأنه إجا مساعدات على لبنان يعني من الاتحاد الأوروبي ومن غيره إجا مساعدات اليوم صريفة لها المناطق اللي عم تستوعب أعداد هائلة من النازحين اللي عم تنصرف من خلال المنظمات المانحة ولكن حضرتك بتعرفي أنه بآخر اجتماع الحكومة اللبنانية طلبت مساعدات نحنا لنقدر توصل المساعدات وتجي على المنظمات وتوصل لعنا هذا هو الوقت يلي لازم ينشغل فيه لأنه كله نحنا مش عم نعمل بروجي وعنا وعنا أنه في خطة معينة وعن بنحضر نحنا عم نتعاطى مع أشخاص موجودين بدون خدمة 24 على 24 بدون غزاء بدون دواء بدون حليب بالأطفال بدون نظافة هذه ما بتحمل أوكي مشان هيك نحنا الموضوع هو هلأ نحنا لو ما نستجيب بأول مرحلة بفعل تضامن وبيفعل أنه نحنا وفنا أكيد اليوم كنا بمحل بمحل آخر مشان هيك هو الموضوع هلأ لازم يكون فيه إمدادات سريعة مهما كله في الأمر خصوصا لناحية المزود نحنا عم نتواصل معهم أكيد يعني في نية وبيهنونا على كل اللي صار بمنطقة دار الأحمر أكيد بس ما هيدا شي كتير مهم الدعم المعنوي والدعم الجزئي اللي هلأ عم يوصال منيح ولكن نحنا عم نحكي باستمرارية لأنه بالسياسة كتير عم بيقولوا أنه اليوم شهرين وثلاثة هل يا تورا خطة شهرين وثلاثة بدك تنظري لها بغير منظر بدك تقربيها من غير زاوية وبدك تحضر حالك لفصل الشيطي جاية بيتطلب مزيد من من الشغل لنقدر نكون مواكبين نحنا أهلنا ويكونوا بالقليلة بالحد الأدنى عم يتأملون أبسط المستلزمات الأساسية اليوم وزارة الخارجي وعبر سوفراء أبل خارج يعني اليوم عم تسعى أنه تجيب مساعدات للبنان اليوم في مساعدات طبية من الولايات المتحدة في 12 طن من المساعدات الطبية والإغاسية من فرنسا تاب اليوم المساعدات وطريق التوزيع المساعدات في أشكالات بهالإطار يعني عم بتعانوها كبلديات يعني بتوصل لناس ما بتوصل لناس تانية شو؟ أبدا أبدا نحنا بفعل الإدارة اللي نواجدت ولجنة الطوارئ فعليا عنا عدالة وعنا أحصائيات وعنا برنامج منظم كل هالأمور هايدي كمان بيظل هالوضع بدي ناشد كل المنظمات نحنا عم بيين مركزية بالمساعدات لأن برجع بإلك هالمساعدات نحنا بتجي على مطبخ أساسي هالمطبخ الأساسي هو بيحضر كل شي وهو بيوزع كل شي على النازحين مشان هيك هايدي نحنا الموضوع بنتمنى من كل الجهات المنحة والمنظمات يتعاونوا معنا لأنه هاي الطريقة على الأرض يلي بتوصل لكل شخص حقه وبيقدر يكل ويشرب ويكون عنده النظافة اللازمة والأدوية اللازمة من خلال لجنة هالطوارئ يلي هي منظم كل هالمنظومة يلي إذا ما قدرنا نظم لها ولو ما ننظمك برجع بكررلك رحنا على غير محل وعن بنشوف أنه بيغير محل في مشاكل لكن نحنا فعليا لأنه مجتمع وقفنا مع بعضنا قدرنا لبينا كل هالحاجات وقدرنا نظمنا كل هالحاجات يلي بدأ المجهود من الشباب وهون أكيد بدي وجه تحيي كتير كبيرة وكتير مهمة لكل أهلنا وجمعياتنا وناسنا وفعالياتنا يلي عن جد عم بيشتغلوا 24 على 24 ولكن نحنا بحاجة بحاجة أنه يكون مؤيربة جديدة لأن فتنا على فصل جديد من الشتئة نعم هايدي هي كنا بدنا نسألك يعني اليوم نحنا الصعوبة أنه دخلنا على فصل الشتئة في سقعة في برد يعني متوجبات كتيرة من حرامات من مزوط اليوم هالمنشدة يعني عسى ولعل أنه تلبى وتاخدوا حصتكم طبعا من تقدير الأحمر من المساعدات اليوم ماذا لو لم تكن المساعدات كيفية شو بتقدروا تعملوا كاتحاد بلديات بدي أقول لك شغلة يعني اللي بيعرف شو مؤدراتنا كبلدية واتحاد بلديات والمنطقة فعليا بيقول أنتو كيف شو عم تعملوا وين رايحين يعني هلا عم بيحكي أنا شيء ولكن الصورة بالواقع شيء آخر الموضوع إذا بتفوتي هلا بطلع منطقة دائرة الأحمر يعني بتلاقي أنه في مدينة بطلت بلدة دائرة الأحمر ومنطقتها مدينة تعج بالناس تعج بالنازحين بشان هيك بتقليلي كيف بدنا ما نحنا واجهنا بأول مرحلة وقت اللي كان فيه هيك مفاجأة قدرنا وقفنا اليوم بين خلال ترشيد المساعدات وتنظيمة ووقوف أهلنا كله نساوى وشبابنا قدرنا نظمنا هالموضوع هيدا ولكن برجع بإليك نحنا مستمرين لأنه هيدا فعل إيمان هيدا مسيحيتنا هيدا إنسانيتنا هيدا هيدا قليدنا وإيامنا ببعلبك الهرمر ومنطقة دائرة الأحمر مع جيراننا بغض النظر عن كل الأمور والمواقف السياسية نهائيا نحنا ناسنا مش إنه نحنا يعني حوالنا أو كنا عم نحسن ليكونوا كل واحد بفعل إيمان منه هو بفعل إنسانيته اتحرك وإجا وقال أنا حتكون كل المنظمات كل الجمعيات المحلية كل الشباب بالصباح كل الإمات كل أهالي في البيوت هلأ يمكن اللي يمكن ما عندون شي ببيتهم عم بيحاولوا يعملوا شي من ما شي ليكونوا هن عم بيكونوا بخدمة ضيوفهم النازحين ليطعمون ويكونوا حدهم ويسقبون ويكونوا بهالحالي هيدا الإيمانية والإنسانية فعليا طيب جون فخري رئيس الاتحاد بلدية دائرة الأحمر من وين عم بينزحهم من أي مناطق أكتر شي نحن بنعرف يعني في مناطق حوالي يكون كتير كبيرة يعني من عرسال إلى بعلبك إلى يعني راس بعلبك اليوم يعني طبعا بيراس بعلبك هلأ ما في من وين عم تستقبل دير الأحمر النازحين دير الأحمر أنت بتعرفي أنه محيطك كله من إخوانا الطائفة الشعية بعلبك ومناطقه إن كان من بودايس عيدك فردين حدث بعلبك لبعلبك كلها مناطق مستهدفة أكيد كل المناطق اللي حاولنا هي مناطق مستهدفة لشاعة لمقنة كل هالحزين المحيط بمنطق دير الأحمر اليوم هو موجود بمنطق دير الأحمر بالمدارس وبالبيوت أكيد بتصور يعني هني وقت اللي عم بيجو على منطق دير الأحمر هايدي شغلة مش هلأ جديدة يعني هايدي شغلة بيعرف نعرف نحنا كلنا بالمنطقة أنه وقت اللي بتحز هيك الأمور وبيصير فيه كويرس وبيصير فيه هالحالة العنيفة والأصف يلي ما عم بيستهدف كل كل الضيع وبطريقة هيك عشوائية بيعرفوا أنه منطق دير الأحمر هي مأمن فعليا بحكم الجيرة بحكم الواحدة اللي عايشين نحن نحن وياهم على الصعيد الاجتماعي والإنساني وبالتالي بشان هيك كانوا عم بيلاقوا إذا بدك هيك بيجوا مرتاحين ونحن ناسنا مرتاحين فعليا لأنه هذه رسالتنا نحن ما هيدا نحن إذا بدك قوة 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 أو نقاط القوة اللي عنا هو هيدا إذا بدك هالجو وهالألفة الموجودة بالمنطقة على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الإنساني والتعاطي اليومي نعم يعطيكم ألف عافية هيك مبادرات إنسانية هيك يعني اليوم توقف حد خيك الآخر بهالوطن هو بضو ليالينا المظلمة رئيس اتحاد بلدية دير الأحمر رجم فخري أهلا وصهلا فيك يعطيكم ألف عافية نحن رح نواكبكم لأنه الحمل كتير كبير الملقى على عاتق الاتحادات للبلدية البلدية أيضا المحافظين والقائمة قامين بدنا كمان نتابع حلقتنا بهالإطار والصغارات كمان الأنونية اللي ما انتبه لها كمان المشرع بزمن الأزمات والحروب بموضوع البلديات ماذا عن الحوامل ماذا عن كمان في حوامل يعني اليوم مين بدو يطلع فيون في معوقين كمان اللي بيجوا وبدون اهتمام زايد يعني هايدي كمان تحدي كتير كبير كلمة أخيرة منك قبل ما ننتقل إلى كمان لاتحادات بلدية وبلدية نستعرض وضع اليوم من الشمال للعكار لوين ما كان تفضل جون كلمة أخيرة هي نشد على إيد شعبنا لنكون مع بعضنا لنكون مثل ما بيقولوا عم نواجه بلحم الحي لكن الإيمان والإرادة والإنسانية اليوم هي اللي بتجمع ولازم نكون حض بعضنا إن كان المجتمع المحلي أو المجتمع الاغترابي أو المنظمات الدولية هيك بنقدر نقوم بالحمل نحنا مش قدرين نكفي بها الحالة إلا بطريقة والمقاربة يلي عم نطلبها ويلي هيدا هيدا يعني نحنا برجع بقلك بالإضافة إلى خمس 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 أو ست تلاف نزح سوري اليوم لدينا ضيوف نسميه النسحين من أهلنا وجيراننا كمان أكتر من 8000 تصوري أنت اليوم البنى التحتية هل يتورا بتقدر أنا عصاية فرز النفايات نقدرين نحنا اليوم كبلديات واتحادات واستحقائتها 2022 و23 و24 غير مدفوعة كي شو بنعمل بالنفايات تعمل أوبئة ورح نكون بكارسي كمان صحية كله موضوع مترابط ببعضه ما بنقدر نقول بس غزاء وما بنقدر نقول بس اليوم محروقات ومزود وما بنقدر نقول نيفيت هي منظومة متكاملة إن شاء الله نقدر نسكر كل هالسغرات بفعل بفعل هالمناشدات اللي عم نقول لكل الناس تنوقف اليوم مثل ما اللبناني واللبناني بيقفوا مع بعضون وأوبئة ومخاطر معيني شكرا لك جون فخري رئيس اتحاد بلدية دير الأحمر أصدقاء المشاهدين والمستمعين فاصل ونتابع مع ضيفتنا دكتورة جوزيفين زغاب خبيرة بالتنمية المحلية رح يكون عندنا كمان جولات على بلديات الدمور على بلدية جونية وأيضا من روح صوب الشمال نشوف شو عم بيصير تابعونا كمان مع محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرى فاصل ونتابع